نروح في خبر آخر طريف هذا شوية طبيب سعودي قال أنه يعني الآن بصدد أنه يرفع دعوة قضائية ضد واحد حطه في جروب واتساب دون استئذانة رجع الرجال من حج الطبيب ولقى أنه واحد حطه في جروب وأنه دل السيراق بـ 24 ساعة اكتشف أن المحتوى يعني رديء وتافى وكله بس شائعات وخزعبلات حسب قولي حسب ما ذكرته صحيفة عكاظ بعدها راح بيرفع قضية لأنه يقوله وجهة نظر ما هو من حق أي أحد أنه يدخل جروب دون استئذانة وأنه حتى علاقته بهذا الرجل وهذا علاقة السطحية أنه كان يعرفه أيام ما كان يعالجه في مرحلة علاج للتعليق على هذا الموضوع انضم لنا المحامل المسجد القانوني استدخل دابو راشد بغيت أسألك عن الهل السنة ذي شو أضعكم ما رأيك في طبيعة هذه الدعوة وما هو التكييف القانوني لها برأيك أهلا سهلا بك أستاذ عليم أستاذ المشاهدين طبعا نشوف نحن دائما نقول أن المحاكم أبوابها مفتوحة متاحة للجميع فما تقدر تقول لإنسان لا ولا دعواك يعني مثلا غير صحيحة أو كذا لا يقدم دعوة يقدم دعوة فإحنا هنا نوضح جزئية مهمة أستاذ عليم إذا كان إنسان أضيف إلى القروب وكان في له مقاطع مخلة بالأدابة العامة أو بالسريعة فمن حقه طبعا أنه يقيم دعوة ضد مشرفة القروب وضد منهم في القروب إذا كان إنسان أضيف إلى القروب ووجد فيه مثلا شاب أو شتم طبيعي أنه يقدم دعوة وحتى نظر أنه هذه جرائم معلوماتية إذن الحالة الأولى أو الحالة الثانية العقوبة يعني ثابتة ثابتة ومن حقه أما إذا رفع قضية لمجرد أنه أضيف إلى القروب بدون موافقته يعني إذا ما أثبت أنه تعرض لضرر حقيقي فأكيد موقفها بيكون ضعيف جدا 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 يعني ما فيها ما يقدر يصدر حكم عليه لا إذا ما أثبت الضرر ما يعني ما تعتبره يعني ما ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أن من يضاف دون إذنه تعتبر جريمة معلوماتية إما يثبت أنه في نفس محتوى القروب في محتوى نعم تغريدات هذا أوكي يبقى داخل التفقيل عليها أما مجرد الإضافة لا ما فيها لا تعتبر جريمة معلوماتية إلا إذا أثبت ضرر كيف يفصل الضرر الله أعلم هذا يعني مسؤولية تحالها شكرا لك أستاذ خالده وراشد المحامل المستشاري القانوني حتى كنا بس نوضح هذه النقطة